ما أجد الأهداف وش اخترت منها؟ شوف هي عشر أهداف صح؟ من أصل ثلاثة كلها للاعبين الهلال هذا يعطيك انطباع إيش؟ أنه تقدم الهلال بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه أوكي؟ ما هو تقدم عشوائي الأداء اللي يقدمه الهلال في هذا الموسم من خلال خيارات عدة تتكلم عن عابر كل محطات القطارات متروفيتش وهدفه التاريخي اللي تغنى وتغزل فيه الأساتذة الاستاذ أحمد المصبيح والكابتن وليد علي والكابتن أيضا حاتم خيمي النتيجة وجود ثلاثة أهداف كلها للاعبين الهلال هذا يعطيك تصور واضح للقيمة اللي عليها الهلال وما يميز إدارة نادي الهلال هذا الموسم أنها اختارت لاعبين معظمهم في العشرينات الأجانب ومعظمهم طازة فرش لا زالوا قادرين على العطاء يعني أنت لا تتكلم عن أي مباراة يدخل هالهلال بتمسك مالكم ولا بتمسك ميشيل شخبط شخبيط لخبط لخبيط اللي ما تدري كيف بيلعب الكورة ولا سفتش ولا سالم أو بأس